انتوا تربيتوا في البيت لما كان ابتدى الفن ولا كان لسه ظابط في البيت؟ احنا بيتنا في العباسية بيت كبير ولو جنينة وينزل للصبح ساعة خمسة يروح كلية البوليس وقدامنا كان بيت جدي وجدي ايضا كان احنا كان يقولولنا امير علاي كان ايضا ضابط شرطة اللي كان ساكن فيه بقى كل عمامي وكده انا لما وانا صغيرة كانوا كلهم طبعا كبروا واختفوا في بيوت حتة تانية لكن احنا فضلنا في العباسية وكان علاقتنا بكلية الشرطة هي العلاقة المنباقة ابوية زابط يعشق كلية الشرطة بيروح الصبح من اول نوبة صحيان لنوبة يعني بيقعد مع الطلبة ويهتم بيهم يهتم بدراسة القانون لانه كان اول دفعة بتدرس قانون وهو دخل درس معاهم حقوق يعني كان الشرطة ما كانتش بتاخد لصنص حقوق في وقته فكان بيهتم بالطلبة بسرية المستجدين والطلبة يقول دي مصنع الرجال ويهتم بيهم اهتمام شخصي ويهتم برياضتهم ودرستهم الى اخر فكانوا بيحبوه جدا وفي نفس الوقت يخافوا منه جدا وده نفس الاب اللي عندنا في البيت نحبه جدا ونهابه جدا انه كان يعني عنده شخصية قوية جدا تبقي عايزة ترديه مش خايفة منه من كتر ما بتحبيه عايزة ترديه زي سمير غانم كده من كتر ما بيحبوه دخل البوكس والضرب